وشكرا لكلمتك مثل العادي النابعة من القلب أنا وإياك بتشارك المشاهدين الكرام بالتحية مجددا والمعايدة بعيد المولد النبو والشريف والتهيئة والتحضير لميلاد رب يسوع بإذن الله شهر الميلاد شهر عياد مبارك علينا وعليكن مع أكثر قدر ممكن من الفرح وأقل قدر ممكن من عاجقة السير بس رح ناكلها بأكد لكم انه رح ناكلها أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام برحب سعادة السفير السوري في لبنان الأستاذ علي عبد الكريم علي في استوديوهات الأوتيفي أهلا وسهلا فيك سعادة السفير أهلا بك وكل عام وانتم بخير شكرا شكرا في العين المولد النبوي الشريف وفي الأعياد القادمة وفي السنة القادمة إن شاء الله بعد الترحيب نبدأ الحلقة أهلا بكم في حوار اليوم مجددا أهلا بسعادة السفير علي عبد الكريم علي السفير السوري في لبنان بدنا نبارك لك بتعيين سفير لبناني نبارك معا سفير اللي عمل مشاكل واللي عملي استمرار مش منك المشاكل ولا منه لا منك ولا منه ولا منه هو لو مننا نعم عم بقول إنه في أزمة أو بالأحرى افتعال أزمة واصطناع أزمة بهذا الموضوع كيف تنظر إلى هذه الأزمة المفتعلة؟ لا أولا أرحب به زميلا وأخا عزيزا في دمشق وأنا التقيته بعد تقديم أوراق اعتماده وجدته يعني مستبشرا وسعيدا ومتفائلا بنجاح المهمة التي أوكلت إليه وخاصة أنه لقي تعاونا وترحيبا وتقديري أنه سيحقق نجاحا يحتاجه لبنان وتحتاجه سوريا التكامل بين البلدين تفرضه حقائق الواقع ومصلحات البلدين أما الذي تسميه أزمة أظن هي مركبة وربما في أزهان أصحابها الأكثر منها أزمة حقيقية واقعية لأن سوريا ولبنان لا يستطيع أي منهما إلا أن يتنفس من رئة الآخر يعني كلاهما يكمل بعضهما الآخر وربما سوريا للبنان حاجة وضرورة وإذا ما أدركنا أن لبنان كل الحدود البحر وسوريا وفي المقلب الآخر فلسطين المحتلة يعني إسرائيل لذلك يعني بعض الكلام ربما كلام إذا لم أقل غير مسؤول هو كلام يريد أصحابه من مقارب لا أراها في مصلحة لبناني ساعة السفير حصلت ثلاث أشياء محددة في العلاقة مع سوريا دفعت بفريق 14 أذار فريق رئيس الحكومي فريق لوات لبنانية فريق آخر من المقلب الآخر ومن المعسكر الآخر إلى رفع الصوت والاعتراض موضوع زيارة الوزراء اللبنانيين إلى سوريا موضوع لقاء الوزير المعلم بالوزير جبران باسيل وتقديم أوراق اعتماد السفير اللبناني إلى رئيس بشار الأسد رئيس السوري بشار الأسد لكن هيدول كلهم لم نجد إضاءة عليهم بشكل كبير في موضوع استقالة الرئيس الحريري بل كان هناك تركيز على النائب النفس في موضوع حزب الله وموضوع التدخل الإيراني بهمني قراءتك ورأيك برأيك هل هناك نوع من تراجع في اللهجة تجاه سوريا وتركيز على إيران وحزب الله أم أنه موضوع كله سوى كمحور واحد عم بيتم أخذه بالجملة وليس بالفرق بتقديري في تراجع بلبنان يعني مو تراجع فيه إدراك لمخاطر ما يتهدد لبنان وإدراك أعمق أو تشفته الوقائع على الأرض بأن ما واجهته سوريا من إرهاب متعدد الجنسيات واجهه لبنان والانتصار على هذا الإرهاب كان راحة لسوريا ولبنان والأزمة الأخيرة التي واجهت لبنان عبر يعني كيفما سميت الوضع الذي كان فيه رئيس الحكومة سعد الحريري هذا الأمر جعل القوى في لبنان المواطنين في لبنان حتى الذين كان لهم صوت مرتفع اضطروا لإعادة النظر لأن ما جرى اضطر الجميع لأن يعيد القراءة الكل أدرك بأن المقاومة ليست إرهابا وأن ما فعله حزب الله وما فعله الجيش السوري وما فعلته الحاضنة الشعبية في سوريا وما جسده الرئيس الأسد من مواجهة لإرهاب معولم استخدم فيه سلاح الفتنة استخدم فيه المال استخدمت فيه مخابرات العالم الإعلام في قلب الحقائق عندما انتصر هذا التحالف ككل وضمنا لبنان على هذا الإرهاب وضمنا الجيش اللبناني وضمنا الرئاسة اللبنانية وضمنا كل القوى الوطنية في لبنان لذلك صار يدرك حتى الذين كانوا يكابرون بأن هذا الانتصار كان في مصلحة لبنان واستقرار لبنان وشعب لبنان وحتى الذين كانوا في مقلب آخر لذلك أنا أرى أن النتائج تسير باتجاه أفضل وما تسميته أزمة أرى علامات تضيء للكثيرين لكي يعيد النظر بموقفه ولكي يعيد الاستفاف الصحيح لصالح أمنه وأمن لبنان ومصلحة البلدين الذين يكملان بعضهما عندما استقال الرئيس الحريري أو خلينا نقول بالظروف التي أدى فيها استئالتهم من الرياض من على شاشة العربية كيف نوع حتى من إيران حتى من بعض الخصوم أو في غالبية اللبنانيين تعاطفوا مع الرجل أبدو تعاطف على الأقل على المستوى الشخصي تعاطفوا مع لبنان تعاطفوا مع لبنان لكن شخصيا مع رئيس الحريري كيف ننكر هذا الأمر تعاطفوا مع الرئيس الحريري انفردت سوريا الرئيس الأسد انفرد بموقف اعتبره لرئيس الحكومة لبناني سعد الحريري ليس سيد قراره وما عنده قرار كان موقف متميز ومتميز ونافر عن بقية الموقف لماذا فردت سوريا بهذا الموقف دون سواه أين كان هذا الموقف هذا لم يظهر على الإعلام إذا كان هذا الموقف رئيس الأسد حديثه لنيويورت حديث الرئيس الأسد يعني بقصد وثانيا إذا هذا الكلام هو قاله اللبنانيون كل اللبنانيين يعني بمعنى إذا لم يصرحوا به يعني موقف فخامة الرئيس عون موقف دولة الرئيس بري موقف سيد حسن نصر الله موقف كل السياسيين موقف الحراك الشعبي الذي صار يتحرك ويطالب بعودة الحريري هل هذا يعني أن الحريري كان في الاستقال كان سيد قراره هل هذا كل الذي ذكرته يعني هل هذا يعني أن الحريري كان سيد قراره سعاد السفير لذلك ما قاله يعني الرئيس الأسد قاله بشكل نافر ما هو نافر وسلبي لا مع الاحترام الكبير لرئيس الأسد يا عزيزي هذا الذي قاله أحد موقف هذا الذي قاله السيد الرئيس الأسد قاله كل لبنان فلماذا تسمي ما حدا نقال لبنانيين يا عزيز السفير ما له يا أخي يا أخي هلأ ما رح نجدل على الكلمات أخي جورج أنا بساك موقف رئيس الأسد تبدأ بلبنان لا لا ما نحكي بموضوع واحد على رأسي وعين يعني لماذا تسميه نافرا ما دام هذا هو موقف الدول اللبناني يعني عندما قال فخامت الرئيس ما قال رئيس الحرير ما قال رئيس العون أنه رئيس الحرير ما أنه سيد نفسه ما قال أنا قلت القرار الاستقالة التي قدمت هي انتقاص من السيادة هي ليست دستورية ليست صحيحة هل هذا يعني أنه بهذه الاستقالة التي قدمها هل هذا أنه سيد قراره إذا كانت ليست دستورية وليست صحيحة وهو في حالة اختطاف في حالة أسر كل هذا لم يقل في الإعلام اللبناني ولم يقل في كل إذن لماذا نبحث عن مفردة لنحتمي بها ونضخمها لا أنا أرى الموقفين يصبان في خانة واحدة أنا رح رح الموقف الإيجابي لك هل سوريا سعيدة مرتاحة لعودة الرئيس الحرير عن استقالته سوريا مرتاحة لأن لبنان بقيادته بما يمثله موقع فخامة الرئيس موقع الرئاسة موقع رئاسة مجلس النواب موقع القوى السياسية الفاعلة موقع الحراك الشعبي انتصر لسيادة هذا يريح سوريا هذا يريح سوريا ويعتبره بغض النظر عن تقويم هذا الشخص أو زاك ولكن هذا الموقف يوازي فعلا سياديا للبنان وهذا يهم سوريا ويريح سوريا بهذا الإطار من هذا المنظور كيف تقرأ سوريا موضوع النائب النفس أو كيف تفسره موضوع النائب النفس هلأ رجع نطرح هالمصطلح اللي فات مجددا واقتحم المشهد السياسي اللبناني كيف تشوف سوريا تحديدا موضوع التعامل مع النائب النفس شو مفهومة للنائب النفس قال بالأمس دولة الرئيس نبيه بري قال هذا محال أن ينقى لبنان بنفسه في أمر بينه وبين سوريا لأن الجغرافيا التحدي الذي يواجه البلدين سواء من أدوان إسرائيلي مباشر ومستمر أو من عدوان إرهابي عابر للحدود أو من كل أنواع التحديات التي تفترض التكامل لذلك هذا النائب النفس بتقدير استخدام لا يصح على العلاقة بين البلدين وخاصة أن كما أشرت التحديات عابرة للحدود ومشتركة والمسؤولية مشتركة أيضا لمواجهة كل هذه التحديات لذلك أنا مع احترام مصلحة البلدين حقوق البلدين حق الشعبين الأواصر العميقة كل هذا يكمل وبالتالي يحصن البلدين في مواجهة أخطار لا يمكن النأي فيها أو الحياد أنت لا تستطيع أن تحيد نفسك عن عدوان إسرائيل يتربص بك دائما عن اختراقات أمنية وجواسيس تظهر كل يوم عن إرهاب يتغزى من خلال قوى خارجية من خلال فتن من خلال إعلام يبس أكاذيب من خلال أموال تضخل لسقاية هذه الفتنة كل هذا يستدعي تكاملا على المستوى السياسي على المستوى الأمني فضلا عن أن الاقتصاد بين البلدين عن أن مصالح الشعبين عن الأسر الواحدة على ضفتي الحدود كل هذا وهناك اتفاقات ناظمة للعلاقة تعطيل هذه الاتفاقات أو تجميدها هو ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة سوريا طبعا ساعة السفير تاريخيا وخصوصا بفترة حكم الرئيس الراحل الله يرحم والرئيس حافظ الأسد طوال هالتقريبا تلاتين سنة من سنة السبعين لسنة الألفين سوريا كانت ترفض قطعا مبدأ الحياد لبنان لأسباب تتعلق فيها كانت تقولها لأسباب تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي لأسباب تتعلق بالعمق اللبناني العربي بالعليقات بين دول العربية بهذا سوريا الطبيعي يلي كنا يلي بيحكوا عنا دائما كانت ترفض مبدأ الحياد واترفض حتى ببعض الأحيان كثيرة ليس لنعددها التدخل العربي حتى في الشؤون اللبنانية كانت تعتبر أنه موضوع اللبناني شأن سوري رضي البعض أم لم يرضى لكن خلينا نمشي فيه هلأ بالظروف التي نحن عايشينها من بعد الحرب السورية من بعد الحرب على سوريا والحرب الدائرة في سوريا هل تفصل سوريا بين المبدأ النائب النفس والحياد أم تعتبرون تنينتهم على قدم المساواة وتحاربهم وترفضهم وتواجههم عزيزي جورج لكي لا نغرق في تفسير المفردات أولا سوريا مع الرئيس المرحوم حفظ الأسد ومع السيد الرئيس بشار الأسد تتعامل مع لبنان وتعتبر أن للبنان قوانين ودولة سيدة ونحن في دولتين ولكن الشعب في البلدين الكل يعرف بأن لا أسرة في لبنان أو سوريا إلا ولها امتداد في البلد الآخر الجينات واحدة في سوريا ولبنان الفلكلور واحد في سوريا ولبنان المطبخ واحد في سوريا ولبنان لذلك لا يعني الحياد كلمة غير واقعية والنائب النفس كلمة غير واقعية وغير منطقية وليس في مصلحة لذلك ما قاله المغفور له الرئيس الحافظ الأسد وما يقوله السيد الرئيس بشار الأسد وما تقوله القيادات الوطنية في لبنان وفي سوريا وما يقوله المراقبون والمفكرون خارج سوريا ولبنان هو ما نشير إليه يعني بمعنى لا يستطيع أي سياسي يريد أن القراءة الواقعية أن يقول بإمكانية النائب النفس أو إمكانية الحياد في قضايا تتهدد البلدين معا وفي مسؤوليات تفترض بالبلدين أن يكون بتنسيق وتكامل سواء في السياسة أو في الحياة والاقتصاد والواجبات الاجتماعية والتكامل كل هذا بتقديري لا للحياد ولا للنائب في نفس مكان في قاموس عاقل وواقعي ما هي أوجه التعاون ومجالات المساعدة التي يمكن أن يتضافر فيها لبنان وسوريا لا يساعدوا بعضهم بالمحل المقبلي وفق جدول الأولويات ما هي الأولويات سعد السفيد؟ أولا يعني هذه الحرب الطاحنة المدمرة المعولمة التي واجهت المنطقة وكانت سوريا واسطة العقد في المواجهة وهي الرافع الأساسي أيضا التي انتصرت على هذا الإرهاب هذه الزيول هذه النتائج هذه العقابيل لهذا الإرهاب وكوارسه تفترض فكريا إعلاميا سياسيا اقتصاديا سياسيا كلها تفترض أن تدرس بعمق لكي تجد مخارج لها إضافة لأزمة وجود عدد غير قليل من السوريين ومن غير السوريين في لبنان البلد بمصاحته غير الكبيرة وبإمكاناته أيضا التي شكل هذا العدد عبءا عليه هذا يقتضي تكاملا دراسة عميقة تنسيقا خروج من المكابرة واقعية في المعالجة وعدم الإصغاء إلى كل العروض الخارجية التي تحسب حسابات ليست مصلحة سوريا ولا لبنان فيها يجب الغيرون على أمن لبنان ومصلحة لبنان واستقرار لبنان واقتصاد لبنان وأيضا على الفاعلية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في سوريا وفي لبنان أن يكون البلدان في تكامل وفي تنسيق وفي قراءة واقعية عاقلة مسؤولة لا اللي عم بتركز دائما سعى السفية كلمة تكامل كلمة تكامل بتثير حفيزة ناس شرائحة كتير كبيرة في لبنان أنا بظن بتثير حفيزة كلمة تكامل تنسيق تنسيق أخف وطأ كلمة تكامل عملة مشاكل أنا بتقدير التنسيق وسوريا يشوفوا الأمور بمنطق سليم بس شافوا بمنطق سليم أكيد بدين ينسقوا يتكاملوا يعني هذا الأمر يعني أنت أي حتى في السياحة إذا جاء سائح من أوروبا وأراد الوصول للآثار لابد أن يكمل يعني خطة زياراته السياحية في سوريا ولبنان لأنه كلاهما يكمل الآخر وأيضا العائلات يكمل بعضها بعضا المحاصيل تنتقل بين البلدين المهارات مشتركة بين البلدين لذلك لا تنسيق وتكامل أرى الأمرين معا وأراهما واجبين ولا أقول فقط مصلحة لا مصلحة وضرورة هناك انطباع في لبنان أنه الدولة السورية الشرعية السورية لا تريد مساعدة لبنان على استعادة المواطنين السوريين النازحين لأسباب تتعلق بانتظار الحل النهائي السياسي في سوريا وبعد يتم البحث بهذا الموضوع هل هذا الانطباع بمحله وماذا ستفعل سوريا لتبديد هذا الانطباع ومساعدة لبنان على إعادة السوريين يلي ما بيبعدوا أكثر من 20-30 كيلو متر عن بلدهم أو 50 كيلو متر في بعض الأحيان أخي جورج هذا السؤال يجب أن توجهه للبنانيين لأن المسؤولين والمعنيين يعرفون بأن كل القيادات في سوريا رئيسا وحكومة وقوى سياسية ووجهاء وبكل الميادين سوريا مصلحت ترحيب بأبناءها وهي ترحب عبر سفاراتها عبر مسؤوليها عبر كل ولكن هذا يقتضي تنسيقا وتفاهما وتكاملا هذا الأمر لا يجوز القفز فيه على الحقائق لا يجوز فيه الاستعانة بالفرنسي والبريطاني والأمريكي وبالأمم المتحدة لكي نحل أمرا أول أولياته أن نكون يعني نطرح الأمر فيما بيننا محدد المطلوب ساعد السفي شو المطلوب إيلي محددنا المطلوب لا المطلوب محدد المطلوب يا عزيزي ليس 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 بقصد المطلوب محدد ومعروف يعني يعني يفترض أنه هؤلاء اللي فيه كل واحد له وضع بعض الناس الذين استقدموا إلى إلى لبنان بإغراءات بوعود وأعطوا وأعطوا هويات غير صحيحة بعضهم غير سوريين أيضا يعني ليس كل يعني ما يخص المواطنين السوريين في لبنان يعني الحدود مفتوحة ولكن هناك يعني لكل مواطن سوريا وضع خاص يختلف عن المواطن الآخر هذا يقتضي تنسيق مع السفارة تنسيق مع الجهات المعنية في داخل سوريا وسوريا رحبت فتحت حدودها وفتحت قلبها وعقلها للتنسيق مع الأشقاء ويتغار على لبنان ويعنيها أن لا يكون لبنان لأن وضع لبنان إذا كان مهزوزا أو مأزوما أو بأوضاع أمنية غير مستقرة هذا ينعكس سلبا على سوريا لذلك هذه الأعباء ونحن نخشى أيضا من أن يدس في أعداد غير قليلة من السوريين في لبنان أن يكون هناك قوى خارجية أموال خارجية جهات استخبارية تريد الاستغلال لذلك هذا الأمر عندما تكون هناك شفافية ووضوح وخاصة ألا هذا تحذير غير مباشر ومباطن لأنه ممكن يصير شيء في لبنان من وراء السوريين هذا التحذير لا يطلقه سفير سوريا تطلقه القيادات اللبنانية يوميا فقط ما أقوله يقوله المسؤولون اللبنانيون بكل مراتبهم وتقوله كل القوى الغيورة على استقرار ما المطلوب سعاد السفير بدك الحكومة اللبنانية تحكي مع الحكومة السورية هذا مصلحة لبنان أنا قد نكون نحن مرتاحين أكثر على وضعنا من لذلك الحاجة مشتركة ولكن قد تكون للبنان أكثر من سوريا أكيد لدينا مليونين نازح سوريا أكيد مرتاحين وأنتم مرتاحين دعك من المليونين ودعك من المليون ونصلا أظنهم مليونين على رسل طيب شما كان دعك من أي أعداد مصلحة البلدين أن يفكرا بالمنطق المشترك وبالتنسيق من أجل كل الاستحقاقات يعني حتى في اتفاق الطائف الذي نحن نحرص عليه ويحرص عليه هذا البلد العزيز يعني العلاقات العربية ركز عليها اتفاق الطائف ولكن جعل العلاقات مع سوريا مميزة يعني فبالتالي القفز على الحقائق لا يخدم لبنان طبعا لا يخدم سوريا ولكن في كثير من اللبنانيين بيعتبروا معادة تنسيق والأخوة والتعاون بين لبنان وسوريا الموقع في أيار 1991 وقعت تحت الضغط السوري أنا بسدي أو ما بسدي وأنا براقيي ما بيهم أنا عم بقول الناس من الناس من قائلة لبنانيين لا وليس ربع لبنانيين لا إذا هيك لا لا لساعة السفير نطرح وجهة نظر إيه وجهة نظر ليس ثلت ربع لبنانيين تعرف حبتك وحتير عمك عندي بس بنتك تسمح لي اسألك إيه بس ليس هلت ربع لبنانيين يا سيدا نصهم وليس نصهم وليس نصồn لبنانيين كل اللبنانيين ولو أجري استطلاع حقيقي للآراء لكان غالبية اللبنانيين مع الذي حققته سوريا في مواجهة الإرهاب ومع التكامل السوري اللبناني لا لست معك أخ جور أنا أحكي عن مرحلة اللي فورد فيها لم يفرط فيها ولم يفرط فيها وحتى عندما ذهبت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الحكومة في 2010 وغضعت هذه القوانين والأنظمة وسوريا قالت إذا بعض هذه القوانين أو بعض هذه الاتفاقات فيها غبن للبنان نحن لسنا متمسكين ممكن إعادة النظر كان الخبراء اللبنانيون في كل الوزارات على توافق بأن مصلحة لبنان في هذه الاتفاقات متغلبة على مصلحة سوريا لذلك الكلام الذي تقوله أخ جورج قد يقوله البعض أنا لا أقول لا يقوله البعض يقوله البعض ولكن أن تقول أنه يقوله 34 اللبنانيين لا هذا بتقديري هذا مغير لأي معيار منطقي في الوصول للنسب الحقيقي بالنسبة لهذه القوانين والاتفاقات التي وقعت أو ما يجري اليوم من مواجهة للإرهاب ومن مواقف أرى أن القاعدة الشعبية اللبنانية بما فيها الأحزاب التي يرفع رؤساؤها والواجهات في هذه الأحزاب الصوت ضد سوريا القواعد أراها بنسبة غير قليلة هي مع ما أنجزته سوريا ويعتبره الكثيرون وبغالبية غير قليلة أنها كانت في مصلحة لبنان وأمان لبنان وتفادى لبنان الإرهاب الذي كان سيذهب بكل شيء لكل الناس بمن فيهم بعض الذين تعاطفوا مع هذا الإرهاب إذا أجد الحكومة اللبنانية هلأ وطلبت بشكل رسمي من الحكومة السورية التعاون لبحث موضوع النازحين السوريين وبداية عودتهم طلبت الحكومة السورية الحكومة اللبنانية هل تتجاوب الحكومة السورية مع هذا الطلب أخي جورج أنت تسأل أسئلة أجوبتها موجودة لماذا أنت سامع مني ومن غيري لذلك بعض الأسئلة يعني بقصد الناس سمعتها من الرئيس الأسد وسمعتها من الحكومة السورية وسمعتها من سفير سوريا مئات المرات وليس عشرات المرات لذلك بعض الأسئلة صارت مكرورة وبتقديري ليست في محلها بمعنى سوريا ولبنان بينهما سفارتان وفي السفارتين سفيران والجيشان ينسقان فيما بينهما والإرهاب الذي ينتصر عليه الجيش اللبناني والجيش السوري واحد والعدو الذي يتربص بالبلدين واحد والمصلحة التي تفرض مثل هذا التنسيق أكبر من موجب على لذلك بعض الأسئلة مكررة وبتقديري تستجيب لأمور لا أراها يعني لا أراها مصلحة لبنان ولا طبعا مصلحة سوريا لكنها مصلحة قوى تضغط وتريد تعطيل التكامل والتنسيق تريد ولكن هل هذا مصلحة لبنان هذا الذي يجب أن يوجه إلى وبتقديري يقوله فخامة الرئيس ويقوله مسؤولون كثيرون في لبنان ويقوله خبراء اقتصاديون وسياسيون وأمنيون في لبنان لذلك هذا الكلام لو سألته لأي معنى بمصلحة لبنان سيجيب كما أجيب إن شاء الله كل اللي قلته ساعة السفير على رأسي بس كمان نحن اللبنانيين ناطرين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم نقطة على السطر هاي بكل بساطة الكلام كله سوا طيالين طيب وأكيد أساسي لكن ناطرين تدبير عملي عمليني تيرجعوا الأخوان السوريين على بلادهم هذا البهمنا التدبير العملي الأساسي أن سوريا تنظف الجيوب الإرهابية وتنتصر على في كل المناطق هذا الانتصار سيجعل اللبنانيين والسوريين معا يفكران معا بأن سوريا الآن أكثر استقرارا وهي التي تحتاج أبنائها وربما أكثر من أبنائها لإعادة الإعمار وستكون خلية واسعة لذلك بعض الأسئلة التي تسألها يجيبك عليها الإنجاز الذي يتحقق على الأرض يعني الانتصار الذي تم في الأبو كمال والذي تم في حلب والذي تم في حمص والذي يتم في دمشق والذي يتم في الحدود مع فلسطين المحتلة كل هذه المواقع والمصالحات التي تكبر كل يوم والسوريون يعودون بأعداد ما ولكن هذه الأعداد ستكبر برغبة السوريين وأيضا بالإغراء الأمان وإغراء الحياة التي هي أفضل مما يعيشه السوريون سواء في تركيا أو في الأردن أو في لبنان أو في كل الأماكن يعني ما كان يتمتع به السوري إلى يوم هذه الأزمة المركبة التي فرضت على سوريا ولم تكن سوريا لا اقتصاديا ولا أمنيا ولا حياتيا في الوضع الذي يبرر هذه الحرب التي ركبت وبالتالي ما يتحقق اليوم يفسح المجال لعودة السوريين ولإقتناع من لم يقتنع بأن سوريا هي الملازل الآمن لأبنائها وهي الأفضل من توطين السوريين الذي طرحته قوى وأرادت تسويقه عبر الأمم المتحدة أو أرادوا الاستثمار في هذا الإرهاب لإسقاط دول إسقاط أنظمة كل هذا بتقديري لنحن في مقلب آخر أخ جورج إذا بتسمح لي ساعة السفير ناخد بريك استراحة أصيري نرجع بعدها نتابع حوار اليوم مع سعادة سفير سوريا في لبنان أستاذ علي عبد الكريم علي أهلا بكم مجددا في حوار اليوم وأهلا بسعادة السفير علي عبد الكريم علي سفير سوريا في لبنان ساعة السفير إذا بدي أنقل أنوياك إلى الموضوع السوري هل فينا نعتبر أن الحرب بسوريا بدأت فعلا تضع أوزارها أم أن الكلام مبكر لهذا الاستنتاج لا بتقديري عد إلى ما قاله السفير الولايات المتحدة الذي كان رأس حربة يقول بأن سوريا انتصرت والرئيس الأسد انتصر المحللون الغربيون الأمريكيون كل الذين كانوا في المقلب الآخر يعني وما جرى وما جرى والإسرائيليين نعم نعم لذلك لا أقول أن نتائج هذه الحرب ستضعك طبعا ستضعك في مواجهة استحقاقات أخرى معارك من نوع آخر تحديات من نوع آخر ولكن الحرب كحرب هذا الإرهاب المتمثل بداعش والمصر والمجموعات الإرهابية بمسمياتها المختلفة الذي أراد الذين ركبوا هذه المسميات وأعطوها أحيانا مسمى الربيع العربي أعطوها مسمى البحث عن ديمقراطية أدرك الجميع بأن هذا الرهان خسر أما هل انتهت فصوله بالكامل أنا أراها في النهايات وسوريا جيشا ومؤسسات وحاضنة شعبية وعلى رأس الجميع رئيس يملك رؤية وشجاعة وتبات هم في قائمة المنتصرين وما يجري في سوتشي وما يجري في أستانا وما يجري في كل اللقاءات الدولية هو ترجمة لهذه الانتصارات التي تفرض البحث عن حلول سياسية وعن مخارج تضع حدا لما جرى وتنتقل به إلى مستوى آخر من طبعا كما أشرت فيه هناك معارك جديدة صراعات من نوع آخر تحديات توجب على سوريا وشعب سوريا وقيادة سوريا وأحزاب سوريا أن تواجه هذه النتائج بحس عالي بالمسؤولية وقد تكون حربا لها صعوبات ومخاطر ليست قليلة طبعا ولكن كحرب على الإرهاب بالمباشر أراها في خواتمها لقاء جناف مفاوضات جناف الروسي عم يركز فيهم على نقطتين ساعة السفير حضرتك بعرف الدستور والانتخابات لماذا انتقلنا إلى هاتين النقطتين حسستين المفصليتين وتجاوزنا تم تجاوز محددات ومفاصل أهم منهم برأي المراقبين لتركيز على موضوع الانتخابات والدستور أحب أن أسمع رأيها أولا الروسي كونه كان مساهما شريكا في جانب وراعيا للحوار وللتواصل من جانب آخر يدرك بأنه يريدون مخرج والدستور هناك دستور قائم في سوتشي وفي اللقاءات التي تم أقر مناقشة لجنة لمناقشة الدستور أما الدستور يقرره السوريون سواء في التعديل وحتى في النقاش وبالتالي الانتخابات هي التي ترجم لما يتوافق عليه السوريون فيما بينهم إذا جرى التوافق على تعديل من خلال النقاش يصلون بعضها إلى الانتخابات أما الانتخابات التشريعية فهي تجري كل أربع سنوات عندما يكون موعدها وكذلك الانتخابات الرئاسية أما نقاش أي تعديل في الدستور فهذا يقرره السوريون وهذا بتقدير ما توافق عليه الرئيس بوتين مع الرئيسين الإيراني والتركي وكان سبق هذا اللقاء القمة بين الرئيس الأسد والرئيس بوتين والتي بتقديري كانت يعني الأرضية التي بني عليها اللقاء بين الرؤساء الثلاثة في اليوم الذي تلا لقاء القمة بين الرئيس الأسد والرئيس بوتين بمعنى السوريون الذين ينتصرون على هذا الإرهاب هم الذين يسمحون لأصدقاء سوريا لحلفاء سوريا بأن يبنوا على الانتصار الذي يتحقق على الأرض لكي يخططوا بالإمكانية وبالراحة الصياغة أي تسوية أي حل أي مبادرة تكون مستندة إلى وقائع الذي صنعه السوريون جيشا وشعبا وقيادة في مواجهة مخطط سمية بمسميات كثيرة نراها تتلاشى وتأخذ الأبعاد الحقيقية التي يفهمها كل من يريد قراءة المشهد قراءة صحيحة هل تم أحباط مخطط تقسيم سوريا إلى كيانات أم نحن ما زلنا في دائرة الخطر أراه صار وراءنا كما يقول الأعداء قبل أن نقول الأصدقاء ولكن لا نسقط بأن القوى التي لها فعل وحضور كالإدارة الأمريكية وقوى التحالف تريد أن تمد يعني أن تمدد بالمناورات بمحاولات الاستثمار بما تملكه من قوى على الأرض من نفوذ من تأثير من اختراقات في أي مكان تريد أن تحسن من شروط استفادتها أو تدخلها أو شراكتها ولكن يدرك الأمريكي ويدرك الفرنسي ويدرك الإسرائيلي الذي هو لاعب أساسي سواء كان في الواجهة أو في الخلفية بأن هذا المشروع والمخطط الذي كان غاية لهذا المشروع قد سقط وصار وراءنا هذا باعترافاتهم ولكن لا يعني لا نستهين بأنهم سيبقون يحاولون الاستثمار بما يملكون من أوراق في تأخير عملية الإنجاز إذا استطاعوا إلى أي حد يمكنهم ذلك وعلى الأقل استنزاف ما يستطيعونه أيضا من قوة تحسين شروطهم شراكتهم في هذا ولكن كتقسيم أراها ورقة سقطت في العراق وسقطت في سوريا وصار وشكلت صدمة وأحباط للذين راهنوا عليها هل تكون سوريا منطلقا وأساسا ومنصة ليلطى جديدة على مستوى توزيع القوى والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط أم ستكون لا سمح الله هي منطلق كما يبغي الأعداء ويخططون منطلق لسايكس بيكو جديد أين بين النظرتين أم هناك نظرتين أنت بتشوفها أنا برأيي أقرأها كما هي في سوريا يعني السيادة تجسدت وتأكدت أكثر صح الحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا هم شركاء في النصر وبالتالي سيكون لهم الأولوية أيضا في إعادة الإعمار ولكن هم حريصون على سيادة سوريا وسوريا ترفض إلا السيادة الكاملة بما تعنيه من وحدة للتراب ومن وحدة للشعب وللمؤسسات وهذا ما يقول به كل الغيورين على سوريا من أصدقائها سواء الروسي أو الإيراني ويقر به الآخرون أما أن هذه الحرب ونتائجها ستترك سوريا في إعادة نظر وفي مراجعة وفي بحث عن صياغ جديدة تحصن سوريا تستفيد فيها من هذه الحرب ونتائجها وما تركته في النسيج الاجتماعي وفي البنية التحتية كل هذا سوريا مسؤوليتها القادمة ليست قليلة بل هي مسؤولية كبيرة تأكيد الانتماء والهوية البحث عن معالجة كل الآثار التي تركتها هذه الحرب والأسلحة التي فتكت يعني بأشياء كثيرة هذه مسؤولية جديدة وقد تكون معركة ليست سهلة وهي مسؤولية الجميع هل تعتبر سوريا الدولي السوري الشرعي السوري أن إعادة عمار سوريا ستكون مناسبة لإفاء حق الشركاء والحلفاء والأصدقاء والأوفياء وخليني أقول تصفية حساب الذين وقفوا ضد سوريا وطعنوها في ظهرها بوجهة نظر الدول السورية يعني من اللبنانيين في البعض من المعسكر المقابل ونحن نشارك بأعمار سوريا وكأنه الأرار أنه بأيدهم سوريا كيف ستتعامل مع موضوع أعماره يلي حديث هلأ ما بعض إذا أنا غلطان الرقم لكن يقدر بمبلغ 400 مليار دولار أو أكتر ما بعرف أنا أريد لك بركي كون بس في تأديرات ليسنا بالأرقام يعني هي وليس رقما قليلا بكل الحالات ولكن سوريا قالت بأنها وفية لمن وقف معها قاتل قدم دما معها وقدم موقفا صلبا لذلك يعني من استخدم الفيتو لتأكيد السيادة والدفاع عن الشرعية للدفاع عن كرامة سوريا من قدم السلاح ومن قدم شهداء على الأرض السورية أكيد هؤلاء إذا لم يكونوا هم الشركاء في الإعمار سيكونون إضافي لأنهم شركاء في الإعمار ولهم الأولوية أيضا يجب أن يكون لهم الأولوية أيضا في ترشيح من يعني قد يكون عبرهم يمكن أن يأتي يعني من يشهدون به يكون له أيضا علامة متقدمة لذلك وطبعا وسوريا بكل المعايير لديها مرآتها ومصفاتها يعني تنظر إلى من كان شريكا في توريد السلاح وفي تمرير الإرهابيين وفي احتضانهم وفي تزوير الحقائق وفي التحريض أكيد يفترض من قتل الشعب السوري ومن كان شريكا في سفك الدم السوري أن لا يكون شريكا في قطاف نتائج كان هو عدوا لها بتقديري هذا من البدهيات وليس بمعنى الانتقام بل بمعنى العدل والانصاف يعني الذين كانوا شركاء في التزوير وفي التحريض وفي القتل وفي إيواء الإرهاب وفي تمريره وفي تمرير السلاح يفترض أي حكم عاقل يجب أن لا يسمح لهم بأن يكون شركاء في الإعمار هل يمكن تغاضي أو تجاهل الدور والحضور والنفوذ الأمريكي في المنطقة وبالتالي في سوريا في عملية إعادة العمار والتسويسي وأن يكون للأمريكيين مكان على طاولة هذه التسويق منه سوريا بواقعيتها وعقلينيتها وطول المراس مع الأمريكان طوال خمسة عقود على الأقل بيعرفوا كيف يمكن تدبر الأمور مع الأمريكيين هلأ أولا قلنا الحلفاء والأصدقاء والشركاء أمريكيين مش حلفاء لا أنا قلت الحلفاء والأصدقاء والشركاء لهم دور وبالتالي في السياسة لا تغلق الباب بالمعنى الكامل ولكن المبدئية التي أشرت إليها هي متبعة أما الأمريكان كقوة دولية كبيرة وضخمة ومؤثرة هناك في مواجهتها هناك روسيا والصين وإيران وقوى وهناك الدولة السورية السيدة على أرضها حين تصل الأمور إلى هناك أظن هناك الغربلة والمرآة والمعايير التي تحفظ لسوريا سيادتها وموقعها وقرارها وعندما تحتاج الأمور معالجة ما تراعي معايير فيها مصلحة لسوريا لكل حديث حديث لست أنا من يقرر في هذا الأمر ولكن كما قلنا أن الدول التي كانت هي الأساس في دعم سوريا وفي مشاركتها لها الحق حتى في التداول مع القيادة السورية مع الدولة السورية ولكن لا أظن أن لأمريكا ولا للدول التي كانت رأس حرب ضد سوريا أن يكون لها الأفضلية في هذا الأمر ولكن قلت الباب مفتوح للمناقشة حين تأتي يعني يأتي دور معالجة هذه الأمور ويكون لها صياغها التي ليست واضحة لدي الآن ولا أظنها مطروحة لأن الأمر يعني طبعا الرغبات الأمريكية شيء والإمكانية التحقيق شيء حتى الخطوط الحمراء الأمريكية شيء وسبات هذه الخطوط على الأرض كما يجري شيء آخر وفي الإعمار قد يكون يعني يشبه بنسبة ما يجري في المواجهات على الأرض أغنان وسوريا أمام ثروة نفطية وفورة غازية هل سيكون هذا التطور باب لمزيد من التعاون أم للتنافس وربما لا سمح الله إذا دخلوا سعات الشر أو أولاد الحلال يشتغلوا بركي يخلفوا بين البلدين شو رأيك تفائل بالخير أولا هناك قيادتان للبلدين يمتلكان نسبة كبيرة من الحكمة وهناك احترام متبادل بين الرئيسين وبين القيادتين على الأقل جزء كبير من القيادتين من القيادة اللبنانية ولكن وسوريا تحرص على لبنان وأمن لبنان ومصالح لبنان لا أظن هناك مجال للتكامل والتعاون أكثر منه للتنافس وخاصة أن هناك حدود وفرز للأمور المتربص بالبلدين وبثروة البلدين هو العدو الإسرائيلي مصلحة سوريا ولبنان أن يتعاون وأن ينسق وأن يعني يشكل قوة موحدة في مواجهة أطمع ليس أحدهما طامعا بالآخر بل الذين خارج الحدود هم الذين يطمعون بالبلدين معنوا بثروة البلدين وبتقدير الأمور بخير والتعاون مرشح أن يزيد ولا أن ينقص والأزمات التي برعاية روسية لا برعاية سوريا لبنانية روسيا لها دور ويجب أن يكون لها دور أكيد سعد السفير متى يزور الرئيس الأسد لبنان ومتى يزور الرئيس عون سوريا هذا تقدير أنا أقدر أن كل الرئيسين يرغبان وربما هما يملكان الجواب وقد لا يكون بعيدا لا أدري ولكن أعرف أن احترام الرئيسين لبعضهما كبير وما قاله فخامة الرئيس عون في لقاءاته بالأمس وفي زمن غير بعيد في تشخيص وتوصيف القيادة السورية ونجاحات سوريا في مواجهة الإرهاب ما قرأه من البداية من بداية الأزمة وكيف راهنا الجنرال عون قبل أن يكون رئيسا على أن سوريا هي التي ستنتصر والرئيس الأسد هو الذي سيربح في نهاية المطاف رجع كرارة برهم الرئيس عون الأسد حريري عائد حزغ الله مقاومة يعود بعد القضاء على الإرهاب شو لا يكبر موقف عيد شو رح تكون ردة فعل المرتقبة عند الفريق الآخر اللي بتقدير ناطر الفريق الآخر مقتنى بهذا الكلام وإن قال بالنائب النفس يعني ليس كل ما يقوله الآخر بدون أن أسمي أحدا يعني بعض الكلام الذي يقال من يقوله يؤمن بغيره يعني لذلك دعني من الأسماء لا أريد التعليق على أي إنما يعني القادم سترى يعني كما رفعوا الصوت في زمن ما وعادوا بدون مقدمات رفعوا الصوت لاحقا يعني بمعنى الانقسام لا يعني دائما أن له جزر على الأرض بعض الانقسامات لها مآرب بكل أسف لا تأخذ لا مصلحة لبنان ولا الكرامة أصحابها بالحساب لذلك القادم تفرض حقائق الانتصار على الأرض الانتصار الذي صنعه الجيش السوري والجيش اللبناني والذي صنعته المقاومة اللبنانية في سوريا وفي لبنان والذي صنعه الحلفاء الذين شاركوا في هذه الحرب أو الحلفاء الكبار الذين لهم دور في رسم السياسة الدولية أعني روسيا والصين لذلك بعض المواقف سيطالب أصحابها بنسيانها يعني ربما مصلحتهم أن ننسى أنهم قالوا بعض الكلام الذي ستكون مصالحهم في القادم مختلفة عما يقولونه اليوم وما قالوه بالأمس لذلك الذي تسأل عنه لا أرى يعني لا أرى في الآتي من الأيام سيكون له مساحة كبيرة سعى السفير هل تعتبر أن السعودي قدمت لسوريا وأصدقاء سوريا وحلفاء سوريا هدية مجانية بإهداء الرئيس الحريري ووضعه للرئيس الحريري بشكل مباشر غير مباشر شاء أم لم يشاء بالمحور يلي موجود فيه سوريا وباقي الحلفاء وبالتالي ضرب المنظومة السياسية والمعسكر السياسي الذي كان ينتمي إليه الرئيس الحريري على رأسه القوات اللبنانية يلي فيه وضع هلأ ما بدي أستعمل أي تعبير محدد لأله لأني ما بعرف شو هو بالحقيقة لكن فيه وضع غير سليم صار بين القوات وبين المستقبل رقني 14 أدار الإسلامي والمسيحي بصراحة تعتبر سوريا أنه شكرا السعودية هديةنا هدية غير متوقعة بإهداءنا الرئيس الحريري اللي عنها وإبعاد سمير جعجة عن كل الخط واليوم جديد الأخبار طالع بين وين حريري يريد إخراج جعجة من الحكومة هلأ بعرف ها شؤون داخلية وحضرتك حريص على عدم تحدث فيها لكن أم بحكي عن سوريا السعودية لأنها خطوة السعودية أدت لهم أنا بشوف أنه موقف الرئيس عون والخطاب الهادئ واللي فيه كان إحساس عالي بالمسؤولي للسيد نصر الله وموقف الرئيس بري وموقف القاعد الشعبي للرئيس الحريري كل هذه الأمور يعني والارتجال الذي بتقديري ارتد على أصحاب القرار في المملكة كل هذا صبر في مصلحة السيادة في لبنان الذين راهنوا وكانوا شركاء تحصيل حاصل أنهم سيحصدون نتائج لأنهم لم يكنوا يتوقعوا الذي وصلت إليه هذه الأمور هنا صرنا في الشأن الداخل للبناني بتقديري الرئيس عون فريق الرئيس عون القوى الوطنية وعلى رأسها المقاومة رابحون بمعنى السيادة وبمعنى توحيد الرؤى في مواجهة إرهاب وفي مواجهة استحقاقات وأول هذه الاستحقاقات العدو الإسرائيلي الذي كان يريد الاستثمار في هذا الإرهاب وبالتالي هذا يقرب بين سوريا ولبنان لأن يدرك الآن كثيرون من لم يكنوا يقتنعون بأن سوريا تريد مصلحة لبنان صاروا يقتنعون بأن ما قام به الجيش السوري والرئيس السوري وما قام به المقاومون شكل طمان لأمن لبنان للقاعدة المسيحية وللقاعدة الإسلامية في كل المناطق بمن فيهم الذين بعض القيادات ما تزال ترفع الصوت ولكن رصيد الاقتناع بهذه الأصوات المرتفعة في القواعد أنت تعرف وأنا أعرف والجميع يعرف بأن هذا الرصيد تراجع إن لم نقل لم يعد كبيرا ولذلك السعودية فيما أقدمت عليه من دعم الإرهاب في سوريا ومن دعم الإرهاب في ليبيا ومن دعم الإرهاب في اليمن ومن دعم الإرهاب في العراق ومن ضرب اليمن الآن كلها رهانات تخسر فيها ليس أنا الذي ينظر في هذا هذا يكاد يكون لغة إجماع وبالتالي القادم العاقل هو الذي يقرأ النتائج ويستثمر فيها ويستخلص منها العبر ولبنان أول الذي يفترض أن يأخذ هذه العبر وأراه الآن يأخذها بنسبة أو بأخرى ولذلك القادم الحفاظ على استقرار لبنان الذي ما يزال على الأقل في القراءة لأوروبا ولأمريكا وللعالم ما يزال يرى بأن استقرار لبنان لا يريد العبس به وإن كان طبعا إسرائيل لها هدف في هذا ولكن هذا الهدف بتقديري صار خارج الحساب حتى إسرائيل لو حرضتها كما نقلت التقارير قوى أنت تعرفها وأنت تسأل عنها الآن هذه الإسرائيل هي غير جريئة على خوض هذه الحرب لا ضد المقاومة في لبنان ولا ضد سوريا ولا ضد إيران لذلك وهي تدرك بأن الروسي يحرص على توازن ما ولكن الروسي حريص على استثمار نجاحه في الانتصار على الإرهاب في سوريا وحريص على الحفاظ على السيادة التي جسدتها الدولة وهو سعيد بالانتصار الذي جسده الرئيس الأسد بسباته ورؤيته وبتماسك جيشه وبحضنته الشعبية التي هي اليوم أكبر بكثير من الأمس وفي كل يوم تزيد وهو يدرك بأن الاستثمار في هذا يحتاج قراءة مسؤولة وواقعية لا يغلق الباب على الأمريكي ولكن يعرف بأنه هو صاحب اليد الأعلى في هذا الأمر بالنسبة للحوار السناء الأمريكي الروسي وتدرك الصين بأنها هي التي يمكن أن تستثمر في هذا وتدرك إيران بأنها بما وقفته من موقف سابت ومبدأي ولو كان هناك كلام كبير وأنها تتدخل في الشؤون العربي بعض الكلام لا رصيد بواقع إله لذلك القادم لبنان رابح فيه لأنه استخدم لغة مسؤولة في التعاطي مع هذه القضية وفي التعاطي في مواجهة الإرهاب وأنت تعلم والجميع يعلم بأن قوى خارجية أرادت تأخير عملية تحرير الجرود من الإرهاب أرادت تعطيل التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني أرادت تعطيل دور المقاومة ولكن كل هذا الآن الحقائق تظهر والنقاط توضع على حروفها بشكل لم يعد خافيا حتى على المواطنين في جوني وفي بيروت وفي طرابلس وفي البقاع وفي كل مكان لذلك سوريا ولبنان مصلحتهما أن يقرأا بعيون مفتوحة وعندما يقرآن بعيون مفتوحة سيدركان أنهما يكملان بعضهما وأن العدو الذي يتربص بهما واحد سواء كان الإرهاب أو كان إسرائيل أو كان الأطماع الغربية أيضا لذلك أنا متفائل بالقادم متفائل بالتنسيق أكبر متفائل بأن نسبة المكابرة ستتراجع وبالتالي ما تسأل عنه اليوم قد لا تسأل عنه عقدا سعى السفير سؤال أخير هل مزالت سوريا معنية باتفاق الطائف اللبناني معنية بأمن لبنان واستقرار لبنان وبالتالي إذا كان اتفاق الطائف وأظن اتفاق الطائف الآن الحفاظ عليه وتطبيقه بالمعنى على الأقل البند الذي لم يناقش وهو إلغاء الطائفية السياسية هذا مصلحة لبنان ومصلحة سوريا الطائفية السياسية هو باء لذلك مصلحة لبنان التكريس المواطنة يعني العمل على الآن القانون الذي أقر على النسبية لو كانت النسبية كاملة أكثر ربما كان في مصلحة أكبر أيضا ولكن بكل الحالات نحن متفائلون بأن لبنان القادم فيه مناعة أكثر وحصانة أكثر وبالتالي احترام الطائف بمعنى احترام وحدة لبنان والسيادة لبنان والإفادة منطاقات لبنان وتطبيق هذا الاتفاق بالمعنى الإيجابي وإذا كان هناك من تعديل في هذا الشأن اللبنانيين وبتقديري ليطبق أولا بشكل كامل وهذا فيه مصلحة للبنان وأي مصلحة للبنان كحصانة وأمان واستقرار ورفاه هو مصلحة للسورية هل سوريا أمام اتفاق طائف لبناني بنسخة سورية نحن سوريا بهذا الأمر نحن فيه هناك حفاظ على وحدة سوريا وعلمانية سوريا ونسيجها للموحد وبالتالي الأمر لا يشبه بعضه بهذا الأمر شكرا سعاد السفير أهلا وسهلا فيك سعاد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أنت دائما بتشرفنا أهلا بك بشكر الوقت اللي أعطيتنا بمناسبة اليوم اليوم عطلي كمان عيد المولد النبوي الشريف بشكرك مضاعفا لأنه كمان هذا النهار لبيت دعوتنا شكرا لألك مشاهدينا الكرام شكرا لألكم نجدد المعايدي عيد المولد النبوي الشريف لأخوتنا اللبنانيين المسلمين في هذا العيد المبارك شكرا لألكم وإلى لقاء حلقة جديدة من حوار اليوم اشتركوا في القناة